نظمت الرابط المغربية للصحافين الرياضيين بتعاون مع نادي رحال لكرة القدم يوم الثلاثة حفل استقبال بهيش على شرف النادي الوطني التونسي للملكية العقارية بمدينة نابل الذي يقوم بزيارة للمغرب هي الأولى من نوعها وتميز هذا الحفل بإجراء مباراة استعراضية في كرة القدم بين ائتلاف الرابط ونادي رحال ضد النادي التونسي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما الحمد لله الأجواء اللي مرت فيها المقابلة ما بيننا وبين الإخوان تونسيين مرت في واحد الأجواء الرياضية ديال محبة وديالصداقة وديالتعاون ويندل هذا على شيء فإنما يدل بأن الرياضة عمومة بأن كرة القدم خصوصا هي رياضة اللي كتقرب ما بين الشعوب ما كتبعدش بيناتها وكتخلق واحد الجو ديال المودة والمحبة ومزيد من تعاون ما بين الشعب المغربي والشعب التونسي الشقيقين بالحق اليوم أنا كنت بالحق منبهر بالترحاب من تعنادي رحال كرة القدم في المغرب بارك الله فيكم برشا برشا إن شاء الله اللقاء جاء يكون في نابل في تونس وفي نابل ونقوم معكم بالواجب المباراة التي تميزت باستعراض المهارات التقنية بين الفريقين الشقيقين جددت روابط الأخوة العتيقة بين الشعبين المغربي والتونسي وأكدت أن الرياضة رافعة أساسية لدعم التقارب والاحترام وبهذا المناسبة فالفريق التونسي عبر عن سعادته الغالية بيات الزيارة التي يقوم للمغرب فعبر عن إعجابه الشديد بما يحققه المغرب من تقدمين وازدهار على مستويات عديدة وخاصة على المستوى الرياضي مقابلة عرفت في الضيار الأطور ديالها مقابلة شيقة وعرفت روح رياضية كبيرة بين الطرفين كنت من نوع أنها بحل مثل هذه المقابلات يتكرر على الصعيد الوطني لما فيهم من أثر إيجابي لكي يخدم البلدين وكي يخدم الشعبين أسدل الستار على المباراة الودية الاستعراضية الأولى بأمل أن تكون نقطة البداية لملتقيات أخرى لتجديد روابط الأخوة والتقدير بين الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر